خليني بروح بقى لبيت القصيد هل ستتوقف الحرب في غزة خلال الأيام القليلة القادمة؟ هناك أراء كثيرة وهناك تحلات كثيرة وهناك توقعات كثيرة لكن ما لدي من معلومات أننا قاربنا على الوصول إلى اتفاق غداً الأحد سيصل وفد من إسرائيل سيصل وفد من حماس وفد من قطر وليات المتحدة الأمريكية مع المخابرات العامة المصرية يعني كان جولة فرنسا جولة قطر ودي جولة مصر أتوقع أنه يتم الخروج بقرار واتفاق وهدنة تؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة أربعين يوم ويتم تسليم إسرائيل أربعين أسير ويتم تسليم فلسطين ربعمائة أسير وتتوقف الحرب لمدة ستة أسابيع كان الأمل أن يتبدأ من يوم أربعة بعد بكرة زي ما كان فيه توقعات لكن يبدو أنه إسرائيل كان لها طلب عايزة كل الأسماء لكل الأسرة الموجودين على قيد الحياة وحماس مشراديا فيه بعض الخلافات بيتم تداولها غداً في القاهرة إن شاء الله وأول بأول لكن هناك بوادر تفاؤل للوصول إلى اتفاق قبل رمضان قبل رمضان إن شاء الله طبعاً رويترز بتقول إن فيه مصادر مصرية بتؤكد استئناف المفاوضات لوقف إطلاق النار في القاهرة غداً وإسرائيل بتحط الشرط اللي بقول لكم عليه وفيه يعني يدعوت أحرنوت قالت إن القضية المركزية في المفاوضات يجري العمل عليها هي عرض الأسرة الذين ستم إطلاق صراحهم من غزة وبالتالي عرض الفلسطينيين لكن أعتقد أن ده تم أيضاً حسمه خلال الجوالات الماضية طبعاً صحيفة جروسالين بوست قالت إسرائيل وفقاً على شروط صفقة لوقف إطلاق النار وقالوا إنه خلاص يعني الموضوع كله في إطار وضع الرطوش النهائية على هذا الاتفاق ومسؤول أمريكا قال حقيقة إنه إسرائيل وفقت خلاص على الصفقة والكرة في ملعب حماس طوع حماس موجودين في مصر طوع إسرائيل موجودين في مصر وأمريكا موجودين قاطرين موجودين إن شاء الله أنا متفائل إنه ندخل رمضان ويتوقف صوت المدافع يتوقف أنين المكلومين ويتتوقف الدموع تتوقف الدماء عن يعني الجريان لكن لن تتوقف الدموع لأنه الحزن هو سيد المكان هو سيد الموقف والأحوال في غزة يعني أبلغ من أن نحن نتكلم عليها على الألم خلال الأيام الماضية وأثناء وصول المساعدات الناس صورة مهينة للإنسانية الناس في حالة فوضى بحثا عن لقمة العيش اللقمة الأكل اللبن بيكلوا العلف فالناس لما يوصلهم بيتكلبوا بهذا الشكل الناس الحقيقة تعرضوا هم بيحاولوا يحصلوا على لقيمات لقتل أكتر من مئة واحد إسرائيل بتتناصل بتقول لا ده من التدافع والرواية الفلسطينية الغزوية بتقول إنه أهو قدام حضراتكم أهو يعني الناس أهو واد الدرب أهو شايفين الصورة واد الدرب من فوق أهو إسرائيل جابت التجمع أهو دفوست التجمع وعملوا وهذا العمل الشنيع اللي فاشلت أيضا وعجزت المنظمات الأممية على حتى إدانة إسرائيل